فعلا كل الدنيا بتعشق مصر وده شيء طبيعي مصر ليها منزلة خاصة جدا وده اللي بيطمننا دايما على مستقبلنا وعلى مستقبل البلد يكفي ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر مصر في كتابه المقدس اكثر من مرة اعتقد ده سبب كافي جدا ان كل الدنيا تعشق مصر وكل مصري يكون فخور بارضه وبوطنه رغم كل المشكلات رغم كل التحديات رغم كل الازمات اللي بنمر بيها لكن دايما عندنا يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيدينا القدرة على تخطي هذه المشكلات زي ما بنقول بندعي في هذه الايام المباركة مع بداية شهر رجب ان شاء الله ربنا يقدرنا ونقدر ان احنا نتخطى كل مشكلتنا مش بس المشكلات السياسية والاقتصادية لكن حتى المشكلات اللي بتكون نشأة ما بين النسيج المصري ما فيش اسرة ما بيحصلش فيها خلافات ولكن في النهاية بتظل الاسرة اسرة واحدة يمكن العلاقة ما بين الشرطة وما بين الشعب او ما بين الداخلية وما بين الشعب بتشهد كل حين ومين كده او كل فترة زمنية بتشهد نوع شوية من التوترات يمكن ده كان سبب اساسي لمؤسسة عريقة بتشعر بمسئوليتها تجاه الوطن بشكل كبير جدا للتدخل في اعادة التأهيل مرة اخرى واعادة ضبط الامور بشكل كبير وطبعا انا بتكلم على مؤسسة الازهر المبادرة بتقوم ما بين مؤسسة الازهر او الازهر الشريف وما بين الداخلية ليست المبادرة الاولى ولكن ده بيتم منذ فترة زمنية انطلقت هذه المبادرة الاخيرة يوم الثلاثاء الماضي وبتحمل عنوان برنامج القيم الاخلاقية اللي بيتم في هذه المبادرة انعكاسها على المجتمع بشكل كبير ده اللي هنعرفه من ضفنا المشرفنا النهاردة اسمحولي ان انا ارحب بدكتور عبدالعزيز النجار مدير عام الدعوة بالازهر اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك كل سنة وحضرتك طيب ومصر والامة العربية والاسلامية بخير يا رب بإذن الله طيب يا رب والجميع بخير وسعادة وهناء وتكون مصر ان شاء الله والامة العربية كلها والعالم كله خاليا من الارهاب بشتى اشكاله اللهم امين يا رب بإذن الله شو ممكن نبدأ كلامنا والنهاردة بداية شهر رجب هذه الايام المباركة من غير ما نعرف من حضرتك وتقول لكل اللي بيشوفونا وبيتابعونا يعني اهمية هذه الشهور بالنسبة للمجتمع الاسلامي بشكل كبير جدا وايه المفترض ان احنا نقوم به خلال هذه الاشهر الكريمة نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الامي الكريم وعلى آله وصحبه ومنصار على هديه واهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعده في الحقيقة حضرتك بدأت بداية جميلة جدا ومهمة وخاصة في هذه الايام التي لا يخفى على احد ما يحدث فيها اليوم هو بداية شهر رجب وما هو رجب رجب هو شهر من الاشهر الحرم الاربعة التي قال فيها ربنا جل في علاء ان عدة الشهور عند الله ان عشر شهرا يوم خلق السماوات والارض منها اربعة الحرم الاربعة الحرم اللي هما شهر رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم شهر رجب اللي جاي يعني التلات متتاليات وشهر رجب جاي بين جماد وبين شعبان يعني ايه الشهر الحرام الاول عشان ندخل مدخل صحيح ونربطه بالاحداث شهر الحرام قالوا انه يحرم فيه جميع المعاصي واحنا نعلم الحديث الشريف الذي ذكر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر من الاشهر الحرم وهو ذو الحجة عندما وقف وقال اي شهر هذا اي يوم هذا اي بلد هذا فقالوا شهر الحرام البلد اليوم يوم النحر البلد مكة فقال ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا شوفي التشبيه بين الشهر الحرام وبين حرمة الدماء حرمة الاموال حرمة الاعراض يعني المسألة لا تحتمل التأويل ولا تحتمل التوضيح المسألة واضحة خالف فنحن الآن ونحن في هذا الشهر الحرام نأمل ان كل من يدعي الانتسابة الى دين الاسلام ان يلتزم بمنهج الاسلام وهدي الاسلام ويتوقف عن القتل والتدمير والسافك الدماء وحصد الرؤوس وتدمير المنشآت والتخريب والاساءة الى دين الاسلام ان يتوقف ابتداء من الان وان يراجع نفسه وان يعلم ان الدماء محرمة لان الله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيم بل جعل قتل النفس بغير حق بعد الشرك والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق مسألة كبيرة جدا والمسألة عظيمة جدا تضر بالدين بداية تضر بالمسلمين تضر بالاوطان تضر بكل شيء فنحن نقول لهم بداية عليكم ان تتوقفوا من الان بل من الامس وتعتبروا من هذا الشهر الكريم وتتأسوا بمن تدعون انكم تنتسبون اليه الذي قال عنه ربه وما ارسلناك الى رحمة للعالمين اي رحمة في القتل اي رحمة في كذا فشهر رجب يحرم فيه القتال الا اذا اعتدى علينا عدو سواء كان هذا العدو من او من غيرنا يعني مدام في عدو يبدأ القتال لكن لكن المسلمة لا يبدأ احدا بالقتال ولا بالقتل ولا باي شيء يبقى ينبغي ان ينتهي حتى عن المعاصر اللي بيفعلها يتقرب الى الله عز وجل يكثر من التسبيح يكثر من التهليل يكثر من الصلاة يكثر من كل الاعمال من الخيرات التي تقربه الى الله عز وجل ويحرم على نفسه كما حرم الله عز وجل عليه جميع انواع المعاصر ولذلك اسم الشهر الحرام هذا هو صحيح الاسلام وليس ما يتشدق به من يعني يتحدث باسم الاسلام وهو بعيد كل البعد عن صحيح الاسلام الحقيقة زي ما حضرتك تفضلت في البداية في هذه الاشهر الحرم لابد ان احنا كلنا ندعو ونستغفر ونكفر بشكل كبير جدا العمل في حد ذاته ده شيء يعني ربنا سبحانه وتعالى امر نبيه والرسول عليه افضل الصلاة والسلام النهاردة لما بنعمل مبادرات لما بنحاول ان احنا نصحح في المجتمع بالتأكيد ده ليه ايضا دلالة كبيرة جدا والمبادرة اللي حضرتك وقمت بيها كأظهر الشريف مع الداخلية انا شايف انها مبادرة مهمة جدا في الوقت الحالي بداية مفهوم الازهر لاقامة هذه المبادرة والسعي اليها كان اسبابه ايه تماما اولا بداية الازهر يقوم بدوره التاريخي الذي اسند اليه والذي اسنده اليه هو المسلمون في جميع انحاء العالم ومن بين هذه الادوار ان نقف بجوار المرابطين على ثغور الحق من رجال الشرطة البواسل ومن رجال القوات المسلحة الذين ابهروا الدنيا كلها بمواقفهم البطولية والشجاعة ولم يتوقع احد من المتربصين انهم سيكونون سدا منيعا لهؤلاء الذئاب والكلاب الذين يتسللوا الينا من جميع الحدود الازهر يقوم بهذا الدور ونحن منذ فترة طويلة ولنا تنصيق كبير جدا مع وزارة الداخلية ومع ادارة الجنو المعنوية بالقوات المسلحة ونقوم بعمل ندوات يمكن شبه اسبوعية نقوم باداء خطبة الجمعة بنتواصل دائما وخاصة مع طبقة الافراد والجنود الضابط هو خريج جامعة ودرس شريعة ودرس قانون وعنده الثقافة اللي تؤهله ان يكون عنده الجانب المانع الفكري انه ما يقدرش حد يتسلل اليه اما افراد الجنود فهم اخوانا ودولة يعني طبقة دائما متوسطة الثقافة او قليل الثقافة وبعضهم قليل التعليم وبالتالي احنا مش عايزين نسيبه فريسة لغيرينا يسيطروا على عقله وفكري ويدير حرقته نحن على حق والحق دائما يعلو ولا يعلو عليه والبطل لا يصمد امام الحق وبالتالي نحن اهل الحق ينبغي ان لا نتكاسل عن الدعوة التي وكلها الله عز وجل لا الينا فمن منطلق هذا الدور نحن نلتقي باخوانا الجنود والافراد بالتنصيق مع وزارة الداخلية ومع القيادات والحمد الله رب العالمين بدأت المبادرة ولقت صدى كبير جدا جدا مش عايز اقول لحضرتك ان من وقت ما اعلنت بس في التلفزيون ومدير الام وقوات الامن المركزي وكل عمال يتصل على الازهر الشريف عشان يحدد موعيد وياخد موضوعات وياخد علماء يعني عندنا مثلا بكرة ان شاء الله عندنا السابت والاحد والاثنين في السويس لقاء صباحي ولقاء مسائي عندنا في الاسماعيلية عندنا في القاهرة عندنا في جميع معسكرات الجمهورية ومديريات الامن اللقاءات ولها صدى كبير جدا جدا وبتجد ترحيب وحفاوة والكل سعيد بالازهر وده الدور المتوقع من الازهر الشريف الازهر ركز على قضية القيم والاخلاق لان لا يمكن لأي امة في العالم تتقدم بدون اخلاق ولا بدون قيم حتى ان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لكي تعالش قضية الاخلاق انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق الاخلاق موجودة من يوم ان ارسل ادمه ولكن كل رسول كان يمهد لمن يأتي بعد يعني قضية الاخلاق قضية كل الادياء قضية كل الانبياء قضية كل الرسل وجاء النبي صلى الله عليه وسلم المتمم لكي يتمم مكارم الاخلاق يعني الاخلاق كانت موجودة ولكن هو يتمم ومن هنا كان لابد ان نركز على قضية الاخلاق الاخلاق شاملة جامعة لكل الخيرات الموجودة والتي نبحث عنها في كل مكان بمعنى ايه فاندم الصدق من الاخلاق وعدم الكذب طبعا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا يكذب فلو ادرنا نعلمه الصدق مع النفس الصدق مع الغير الصدق مع المجتمع هيكون انسان نافع لنفسه نافع الوطن نافع لبلده نافع لأمته وبالتالي سيكون عمله ابتغاء مرضات الله عز وجل بنعلمه خلق العفو خلق التصافح خلق التعايش خلق التعامل مع الاخر خلق استعاب كل من يختلف معي فكريا مدام ان المسألة لم تتجاوز الفكر بنعلمه ان حب الوطن ده من صميم الإيمان ده قضية جاء بها كل الأنبياء بس زي ما الناس فهمه او ما يدعي بعض المتشددين ان قضية الاوطن ده ده قضية ارضه بتاعه العالم كله وطن واحد لا 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 ده سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا السلام قال واذ قال ابراهيم ورب اجعل هذا البلد آمنا صحيح واجنبني وبني ان نعبد الاصنام شوف سيدنا ابراهيم طلب ايه قبل ما يطلب الوحدانية انه يعبد ربنا واحد وما يعبدش صلم قال له يا رب يجعل هذا البلد آمن فطلب الامن قبل ان يطلب العبادة وقبل ان يطلب الوحدانية من الله عز وجل لاهمية الوطن فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم فذكرهم بنعمه واجل النعم هي نعمة الامن الغذائي والامن على الوطن والابدان ذكرهم بها ولم يذكرهم بالمنعم لم يقول اعبدوا الله لا شوفوا النعم الدلالة الدلالة لانه يعلم اهمية الامن الغذائي والامن الوطني فلذلك ذكرهم باجل نعمتين فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف ولذلك ادرب مثل بسيط الاثنين مرتبطين بعض امن الوطن وحب الوطن وامن الغذاء والطعام والشراب ولذلك لو عندك طير من عصفور حمامة حطيله طعام وهو يعني يتعصر جوعا لكن ان لم يشعر بالامن يموت جوعا ولا ولا يحبط به ولذلك كان ايام زمان كان يعملوا خيال الحق هو لا يفعل شيء ولكن يجعل الطي لا يأمن من هذا الخيال كانوا يسموه خيال المئات او حاجة كده نعم فلذلك الانسان دائما يحتاج الى الامن الغذائي ويحتاج الى الامن الوطني فنحن بنعلمهم هذه القيم كلها بالتأكيد يعني هناك ايضا الحقيقة اللي عايز اركز عليه بعض المفاهيم المغلوطة لدى البعض يعني خلينا نقول ان في حالة تشويش بالنسبة للبعض بشكل كبير جدا نتيجة الاحداث اللي بتحصل نتيجة محاولة بس روح الفتنة بأي شكل من الاشكال هنا الاشياء دي بتلمسوها ازاي حضرتكو في هذه المبادرة من خلال اللقاءات اللي بتتم على مستوى محافظات جمهورية قصر العربية احنا طبعا بالتأكيد لان في مسائل بتحتاج الى تصحيح ودي مهمة جدا في الوقت الحالي وخاصة مسائل زي الحاكمية زي الخلافة ذي السؤال اللي دايما يتبادر على زين الجميع من هو الشهيد ايوا يعني دائما نجد هذا متردد الشهيد مين انا ولا هو الشهيد اللي كان واقف يدفع عن الوطن ولا من يدمر ويخرب الوطن هم دائما بيلعبوا على النقطة دية فحنا دائما بنوضح لهم ان الشهيد الذي تحدث عنه الاسلام وذكره القرآن ووضح منزلته يوم القيامة أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء يعني المرتبة اللي هي الثالثة بعد الأنبياء والصدقين الشهداء وايه ومع بعض في مرتبة واحدة يعني درجة الشهيد مع الأنبياء مع الصدقين ومعهم الصالحين درجة واحدة هذه المرتبة ينالها من يرابط في سبيل الله عينان لا تمسهم النار عينهم بكت من خشية الله وعينهم باتت تحرصه في سبيل الله بأنا بحرصك علشان تنال أنت وأهلك وبيتك وبأمنك بأمن ممتلكاتك وأمن نفسك وأمن مالك وأمن ولدك وأمن أرضك وبيتك وكل شيء ثم تقدر بي وتقتلني تقدر بي وتقتلني وأنا واقف لحراساتك فليس هناك خساسة ولا لدالة أكثر من أن الإنسان يخون المفروض أن نعم فحنا نبين له أنه إذا قتل فهو شهيد طب دليلك إيه في القضية دي أولا هو يدفع عن الوطن هو يعمل تحت راية الحاكم اللي ارتضته الأمة أيا كان حتى لو كان الغالب عشان لما يقوله ده حكم الغالب حكم الغالب العلماء برضو أجمعه على الطاعة له على الطاعة له حتى ولو أخذ الحكم بالقوة أجمعه على ذلك فهو يطيع الحاكم وطاعة الحاكم من طاعة الرسول وطاعة الرسول من طاعة الله جل والله ومع ذلك هو يقوم بهذا العمل طيب يبقى شهيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالنسبة على مستوى الأفراد لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو رأيت أن رجلا أراد أن يأخذ مالي قال لا تعطيه ده مش عايز مال ده عايز يأخذ وطني ده عايز يأخذ أغلى ما عندي ده عايز يغتنم ويغتصب نسائي وبناتي وينتهك عردي ويحصل على أرضي ويقتلني ويقتل أبناء وطني ده مسألة كبيرة جدا لكن اللي كان هيأخذ المال فقط قال لا تعطيه مالك قال أرأيت إن قتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال أنت في الجنة قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار برضو نعم حديث صحيح اتفق العلماء على صحته تمام هذه الأسئلة اللي بتتبادر لزهن يعني أفراد الشرطة اللي حضرتكم بتلتقوا بيهم زي ما معرفنا هل بتكون في كافة المستويات هل هذه المبادرة بتختص فقط بالجنود اللي هما بيتم اختيارهم من فترة التجنيد للداخلية ولا هذه المبادرة بتشمل قطاع الداخلية بأكمله لأن هناك برضو فئات أخرى يعني يعني ربما أيضا لديها بعض المفاهيم الخاطئة أو بتحتاج إلى نوع من تصحيح السلوكيات السلوكيات بشكل عب أنا أقول لحضرتك الحاجة أولا هي بتحدث على أعلى مستوى ومنتشرة كمان للسجون يعني فيه كوافة اللي بتروح السجون كمان والمساجين كل قطاعات الداخلية المصنفات كمان إدارة المصنفات مش الداخلية خاصة والإرابة بس عندهم بكرة وبعده وبعده كل إدارات الداخلية شاملة وتشمل الجميع مش عايزة أقول لحضرتك ومش هذكر أسماء إن بعض المساعدين الوزير اللي هم بعد الوزير حضروا معانا اللقاءات ورأينا الدموع تفرة من أعينهم إن شاء الله هي المسألة مش مسألة تصحيح فقط لا فذكر مش شرط سيدنا عمر بن الخطاب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقال من قال أن محمدا قد مات لعلوت رأسه في السيف لما جي سيدنا أبو باق وقال وما محمد إلا رسول سيدنا عمر قال كأني لم أسمعها من قبل مع أنه حفظها أيها فهنا التذكير ليس معناها عدم الفهم صحيح وليس معناها الجهالة ولكن فليذكر بعضنا بعضا فذكر إنما أنت مذكر لست علي بمسيطر فكيادات كبيرة جدا وعلى ثقافة عالية جدا بتمكث ومش عايزة أقول لحضرتك إن حتى مجالس العلم في حد ذاتها لها ثواب عظيم لأنها الله عز وجل يباهي بها الملائكة تتنزل الرحمات تتنزل الملائكة تغشاهم الرحمة يذكرهم الله في من عنده يجعل لهم مجل يعني المسائل نفسها لها قضية كبيرة جدا فلأول مرة بنرى أن قيادات الداخلية الكبار هم يحرصون هم اللي بيرتبوا هم اللي بنظاموا وهم يحضرون في الصفوف الأولى جزاكم الله كل خير عن كل هذه المجهودات اللي إن شاء الله يعني تؤتي بثمرها وجهاز الداخلية مليء بالنمازج الحقيقة يعني الوطنية المؤمنة بشكل كبير جدا ولكن زي ما بنقول دايما زي ما حركتها فضلت وقلت التذكرة ده شيء مهم جدا وإنعكاسها على المجتمع إن شاء الله يكون ليه ثوابه عند كل القائمين على هذه المبادرة إن شاء الله نبنشكر حضراتك شكرا جزيلا على كل هذه المجهودات شكرا حضرتك شكرا خضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز النجار مدير عام الدعوة بالأزهر نورتني يا فندم كل سنة وحضرتك طيبة شكرا لحضرتك طيبة لسه مع كل مشاهدين بنواصل لقائنا مع حضراتكم مصر جميلة ناخد فاصل ونرجع مرة تانية